السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا بكم في حلقة جدا من حلقاتنا النهاردة هنتعلم ازاي نقدر نفتح الموبايل لو نسينا النقش او الباسورد بطريقة سهلة وبسيطة وبدون فورمات او روت وبدون فقد اي سور او اي فيديوهات موجودة على الموبايل والطريقة دي مجربة وطريقة نكحة جدا 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 وطريقة بسيطة وسهلة ولكن قبل ما نبدأ الحلقة فضلا وليس امرا برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد وحصري وما تنساش اللايك لكي تدعم الفيديو واكيد رأيك في خانة الكومنتات يهمني جدا 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 ولو اول مرة تشوفني ما تنساش تخش تشوف الفيديوهات اللي فاتتك لان فعلا في فيديوهات مهمة جدا 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 وهتفيدك بشكل كبير جدا اول حاجة هنبدأ نخش على النمط بالشكل ده او الباسورد والطريقة دي اللي اتنين عادي جدا هيبدأ يقول لي النقش خاطئ او كلمة المرور خاطئة او الباسورد خاطئ هنبدأ نلاقي حاجة اسمها مكالمة التوارئ او الاتصال بالتوارئ هنبدأ نضغط عليها بالشكل ده وهنبدأ نكتب الكود اللي قدامنا ولكن نكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم هنبدأ نضغط على شباك بالشكل اللي قدامنا ده سبعة 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 وبالنسبة للفيديوهات اللي حضرتكم طلبتوها في الفيديو الاخير هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف خش شوفها على حسب نوع الموبايل بتاع حضرتك هتلاقيها موجودة هنبدأ نضغط على اربعة تمانية والطريقة دي مجربة وطريقة نكحة جدا 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 واحد وبشكركم على دعمكم المستمر في الفيديوهات الاخيرة بشكركم جدا 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 وبشكركم على كلامكم الجميل وبسعيد جدا لما حد يقولي الطريقة نجحت معايا لان فعلا طريقة مميزة وطريقة نجحة وطريقة سهلة وبسيطة ويا ريت ما تبخلش علينا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلك كل ما هو جديد وحصري هنضغط على نجمة اربعة تمانية واحد ستة اربعة تسعة سبعة واحد اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح زي ما احنا شايفين كده اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح وما تكتبش رقم قبل رقم ولا رقم بعد رقم ستة تسعة زي ما حضرتك شايف كده خمسة سبعة اهم حاجة تكتب الكود بشكل صحيح واحب اكد ان الكود ده في بعض الاحيان بيشتغل من تاني مرة لو نوع الموبايل قديم بيشتغل من تاني او تالت مرة لو الموبايل قديم قوي اتنين تلاتة والطريقة دي نجحة وطريقة مجربة وطريقة سهلة وبسيطة وبدون فورمات او روت وبدون فقد اي شيء موجود على الموبايل وطريقة نجحة جدا 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 تمانية سبعة زي ما احنا شايفين كده ستة سبعة اهم حاجة تكتب الكود ورايا بشكل صحيح واحد اربعة سبعة تسعة والفيديوهات المطلوبة في الفيديوهات الاخيرة الناس اللي طلب الفيديوهات معينة لانواع معينة من الموبايلات موجودة في صندوق الوصف خش شوفها ولكن جرب هزي الطريقة الاول وبعد كده لو الطريقة ما نسبتش نوع الموبايل بتاع حضرتك حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت وان شاء الله في اقرب وقت ممكن هعمل عنها فيديو ولكن الاولوية للمشتركين في القناة وانفعلين زر الجرس واكيد عاملين لايك على الفيديو فبالتالي لو حضرتك طلبت فيديو معين في الفيديوهات اللي فاتت هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف او نوع معين في الفيديوهات الاخيرة هتلاقيها في صندوق الوصف خش شوفها وشوف الكود الخاص بنوع هاتفك وما تنساش تقول لي رأيك في خانة الكومنتات سبعة واحب اكد ان الطريقة دي لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات لو الكود ده ما نسبش نوع الموبايل بتاع حضرتك حضرتك بتسيب لي نوع موبايلك بالتفصيل في خانة الكومنتات تحت وانا في اقرب وقت ممكن هعمل عنه فيديو ولكن لازم تأكد على الكود ده مرة واتنين هحب اكد ان الكود ده لبعض انواع الموبايلات مش لكل الموبايلات ستة تسعة وبعد كده هنبدأ نضغط على شباك ونبدأ نعمل اعادة تشغيل للموبايل مش اقاف تشغيل والموبايل هيبدأ يراستر معانا ويبدأ يشتغل بدون طلب ناقش او باسوارد وكده نكون وصل نهاية كلامنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام